انا مؤمنة ان القرية مهمة جدا جدا كل ما نقرأ اكتر كل ما نعرف حاجات كتيرة اوي ما كناش هنعرفها الا اذا قرينا وكل ما عرفنا عن امور في الحياة كل ما تعلمنا وكل ما قدرنا ان احنا نعيش حياتنا بشكل احسن واحسن واحسن انا بحس ان القرية زي السحر ليها سحر كده تخيلوا قدر نروح اي حتة بمجرد قرية كتاب كي الملابس من الحاجات المفضلة اوي بالنسبة لي يمكن عشان بحب لما المكوى تعدي على الكرمشة اللي في الهدوم وتفردها واحسن الهدوم بقى ليها رونق واحسن انا لما بكون لبسة لبس حلو انا كمان ببقى واثقة من نفسي جدا 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 سباح الخير النهاردة يوم مكئب جدا معندنا الشمس فطوعا ما قدرتش اسور من الدوق الطبيعي اللي جاي من الشباك فاتريت بقى ان انا حط الاضاءة بتاعتي واقعد واجهز نفسي بس ده قداني وقت ان انا افكر في الكلام اللي انا حقوله لكم وانا كنت عارفة من الاول حكلمكم عن ايه لان مبارح في متابعة من متابعات القناة كتبتلي ان هي انا مش بحب نفسي خالص و لما بجيب حاجة لنفسي بزعل وبستخسرها في نفسي فمفهوم حب النفس وحب الذات انا اتكلمت عنه اكتر من مرة احنا بنفهم المبدأ ده ان كل واحد يحب نفسه على انه هو الانانية مع ان ده شيء مختلف تماما ان انا احب نفسي معناه ان انا شايف نفسي استحق الحب للأسف للأسف فيه ناس كتير قوي بتتربى مع اب ام اخوات اصحاب ظروف معينة الظروف دي بتحسسهم ان هم ما يستهلوش الحب ودول ناس كتير قوي 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 وده بيعمل يعني كبعات متعددة منها مثلا ان الشخص يصاب باللا مبالاة مدام انا ما استحقش الحب يبقى توز بقى في الناس يبقى توز في اي حاجة ما ينفعش ان انا اخدم حد ما ينفعش ان انا ادي لحد حاجة ما ينفعش هنا بقى بيتحول لانانية انا نية مش عشان انا بحب نفسي لا ده انانية لان انا شايف ان الناس كلها شايفان يوحش وان انا ما استهلش طب خلاص بقى خليني يبقى وحش فعلا فكأن الناس يعني حطت علي تيكت ليبل غير قابل للحب فخلاص ابتديت اتعامل مع الكل كده بما فيهم نفسي انا ما بحبش نفسي او ان لو الناس وصلولي ان انا ما بحبش نفسي استخسر في نفسي كل حاجة اهمل في نفسي ما انا ما استحقش الحب بقى ولما اقول انا ما بحبش عشتي او انا ما بحبش ظروفي حاجة ولما نقول انا ما بحبش نفسي حاجة تانية خالص انا ما بحبش نفسي حاجة من جوة انا ما بحبش عشتي او ظروفي يعني البيئة اللي برا حوالي اللي اقدر اغيرها او مغيرهاش انا ما بحبش عشتي ايه اللي فعشتي مش بحبه مثلا الناس اللي أنا معاهم طب أقدر أسيبهم طب أقدر ألاقي ناس غيرهم مش بحب مثلا المكان اللي أنا عايشة فيه طب أقدر أروح حتة تانية طب أقدر أتنقل حتة تانية طب أقدر أعيش في المكان دو بدون ما اختلط بالناس اللي فيه حاجات كتير قوي بس كلها حاجات من برا حاجات اكسترنال لكن لما أقول أنا ما بحبش نفسي دي حاجة من جوه لما ما بنحب الشخص معين إحنا ما بنقضيش مع هذا الشخص 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة لكن أنا ما بحبش نفسي ده أنا ما فيش لحظة ما بعيشهاش إلا و أنا في حياتي أنا محور حياتي هتقولي سانية واحدة في حياتنا ما بنبقاش متواجدين فيها ما ينفعش فلو حد فينا حاسس إن هو ما بيحبش نفسه إنه مستخسر في نفسه حاجة يفكر يا ترى الإحساس ده جاي منين ممكن يكون جاي إن في حد زرع الفكرة دي في دماغنا إنت غير قابل للحب إنت مينفعش حد يحبك حتى نفسك أو هل أنا بحب اللي حوالي قوي 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 أولادي بيتي جوزي لدرجة إن أنا بستخسر في نفسي أي حاجة وأديهم هم الأولوية على نفسي لازم المهم إن إحنا لازم نفهم الإحساس ده جاي منين وده يدخلني بقى في حاجة شفتها كتير قوي 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 في السيدات المصريات وربما يكون فيه سيدات تانية من جنسيات تانية ما إحنا في النهاية بشر بنتشابه أو بنختلف مفهوم التضحية عندنا موقف كده بسيط السيدة جاية شايلة شايلة كتير قوي 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 راح تشتريت حاجات كتيرة جدا جدا من السوق طماطم ومش عارف إيه وإيه 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 وشايلةهم وجاية جت تعبانة مش قادرة هل هو ده التفاني؟ هل هو ده التفاني في خدمة بيتنا وأولادنا إن أنا أروح زيارة للسوق وشيل فوق تقطي وفوق ما أنا أتحمل وأتعب نفسي والأسوأ كمان إن فيه ناس بيجي لها دسك فيه ناس بيجي لها انزلاغ ودروفي فيه ناس بيجي لها خشونة أو فيه ناس بيجي لها كذا بيجي لها كذا من الممارسات الغلط اللي إحنا بنعملها في نفسنا واجي أبقى منتظرة إن أولادي شيلوني فوق رأسهم عشان أنا شلت عشرة كيلو زيادة طب هل هم طلبوا إن إحنا نشيل العشرة كيلو زيادة دول؟ لأ هنقول دون صغيرين مش فاهمين حاجة بس إحنا فاهمين إحنا عارفين عارفين إن إحنا لما نشيل فوق طقتنا وإحنا مش مؤهلين ولا مدربين ولا عمرنا عملنا رياضة ولا عمرنا رفعنا أسقار ونشيل قد نص وزننا ونمشي بيها مسافات ونطلع بيها سلم عشان في الآخر يجي لنا غدروف ولا يجي لنا انزلاق ولا الفقرات تضغط على بعض ولا ركبنا الطق ولا حاجة من دية استفدنا إيه؟ استفدنا إيه؟ ليه ما فكرناش إن أنا بدل ما أروح أجيب الحاجات دي على مرة واحدة في الأسبوع أجيبها على مرتين؟ ليه ما فكرناش إن بدل ما أجيب خمسة كيلو من فاكهة معينة أو من حاجة معينة أجيب اتنين بس وأنا بفكر في الكلام دو غير إن أنا كمان اتكلمت مبارح مع سيدة فاضلة من قريباتي اللي هي دكتورة وستة محترمة جدا جدا قايتلي إحنان إحنا اتربينا على حاجة غريبة قوي إن أنا ما بقاش أم صالحة إلا إذا جيت على نفسي مين السيء الشرير اللي زرع في مخ السيدة المصرية أو السيدة العربية إنها لما تيجي على نفسها وعلى صحتها بقت كده أم كويسة ما ينفعش خصوصا لو هي مش مضطرة يعني في قصة محزنة جدا جدا إن سيدة من السيدات كانت بتمسح البيت ولادها مش موجودين وبتمسح البيت وتزحلقت وإيدها تكسرت وكملت مسح البيت وإيدها مكسورة ده ليه ده؟ أثبتت إيه؟ أثبتت إيه لنفسها أو للآخرين؟ وطبعا يعني الحالة بقت سيئة جدا جدا وصعبة وكمل آلام اللي تحملته ما عرفش يعني أنا مرة كان حماية كنا ماشيين ووقع وتكسرت إيده وفعلا ما بكاش وما عيطش والكلام ده ولكن ما تحملش على نفسه أول ما حست قال يا جماعة أنا اتكسرت إيدي هدناها على طول بسرعة على المستشفى وعملنا اللازم هي تتكسر ومع ذلك تصر إنها تكمل مسح الشقة وهي كده؟ لأ قصص كتيرة جدا عن سيدات فاكرين زمان لأ قبل الغاز لما يدخل البيوت كان فيه الأنابيب وكان الراجل بتاع الأنابيب ييجي شايل الأنبوبة ويركبها لنا والكلام ده كله أعتقد إن والدتي ماذا ادهرها في مرة من المرات وهي بتشيل الأنبوبة بنفسها ليه؟ أثبتت إيه؟ قبل ما ناخد خطوة عن تارية أكبر بكتير جدا من حجمنا ومن قدراتنا الطبيعية نفكر مفيش طريقة تانية أعمل بيها ده مفيش وسيلة تانية مفيش مثلا إن أنا أاخد تاكسي بدل ما أمشي المسافة دي أاخد تاكسي آه هدفع فلوس شوية بس بس هحمي نفسي هحافظ على نفسي إن بدل ما روح مرة واحدة في الأسبوع عشان أجيب طلبات البيت أقسمها على مرتين آه أو إن أنا أطلب من جودي أو إن أنا أطلب من ولادي كتير جدا كانت والدتي تطلب مننا نعمل حاجات ولما نكسل كده ونماطل و طب يا ماما طب يا ماما طب يا ماما وما نعملش حاجة كنت نتنرفز وتقول كده أنا مش عايزة منكم حاجة ربنا ما يحوي جنيه الابن ولا البنت ربنا مش عارف إيه بتاق وتقوم هي تعمل بنفسها لأ كان مفروض تيجي وتوقف فوق دماغي أو دماغي إخواتي قوم دلوقتي اعمل لي كذا لو سمحت بحزن بدون خناق بدون زعيق بدون تنشانة أنا مش قادرة أشيل كذا روح شيله حطولي في الحطة الفلانية دلوقتي وبعدين أولوياتنا بتختلف أولويات الأم مختلفة تماما عن أولويات أولادها أنت أم عندك 30 40 50 سنة دول شباب صغيرين مش هيفكر أصلا هو فيه إيه أكل إلا لما يجوع أنت بتفكري فيه هيفطر إيه ويتغدى إيه ويتعشى إيه بنستعيب مثلا أن يبقى أولادنا أولاد صبيان ذكور يقوم يعمل لنفسه حاجة أو يحمر لنفسه حاجة أو يعمل لنفسه ساندويتش أو يجهز لنفسه حاجة ليه مش عايب قوم اعمل سوي وفي مجتمع بقى الأم هات بقى لما يبقوا عديم مع بعض تبقى مباراة مسابقة أولمبية على مين اللي صحتها أوحش من التانية على مين اللي مضحية أكتر من التانية على مين اللي أولادها أصعب من التانية على مين اللي زوجها أوحش من التاني إحنا بنتباها بإيه معلش يا سوري بنتباها بغبقنا بنتباها بحمقتنا بنتباها إن إحنا بنعرف نضر نفسنا بنتباها إن إحنا بنحمل نفسنا فوق طاقتها ولما نتكسر نبقى زعلانين ان ولادنا مش وقفين جنبنا طب ما هو المشكلة ابنك ولا بنتك محتاج يبني نفسه محتاج يروح يشتغل يشتغل من الصبح الساعة 9 للساعة 5 او للساعة 7 محتاج يصرف على بيته محتاج كذا محتاج كذا فالتضحية الهابلة اللي احنا بنعملها اللي ملهاش اي لازمة موقف صغير جدا كن عنده والدتي وابنة غدة وقسمت اللحمة كل واحد حطيتله في طبقه قطعت اللحمة بتاعته والرز والخضار والكلام ده كله فابني فاتبقت قطعة في الطبق ابني بقولي ممكن ااخد دي يا ماما واتقول لا مش انت اخدت نايبك ماما زهلك جدا ايه اللي انت بتقولي ده خدي حبيبي ومش بس كده دي بتاخد من طبقها عشان تحطله زي ما واحنا صغيرين كانت بتاخد من طبقها عشان تحطلنا او ان هي في الفكهة تدينا احنا الفكهة الحلوة وتخليل نفسها الوحشة انا ما تعلمتش دي من والدتي ومش ندمان على فكرة ومش شايفة انها احسن مني كام ابني لازم يتعلم ان ده نايبه ان ده نصيبه ما ياخدش اكتر منه ابني لازم يتعلم انه لو كسر الموبايل بتاعه اللي احنا جايب نهوله ده فيه قد كده دي غلطته ولازم يتحملها ما يعودش يزعق ويجعجع ويهلل عشان يجيب له موبايل تاني ابني لازم يتعلم ان زي ما انا بدفع فلوس قد كده عشان تروح الدرس وتسمع ترجع وتذاكر مع نفسك في وقت قد الدرس واكتر ابني لازم يتعلم ان في لحظة من اللحظات هيطلب حاجة واقوله لا ما ينفعش ما يصحش او مش وقتها ابني لازم يتعلم ان البيت اللي هو عايش فيه ده هو مسؤول عنه زي وزي بابا وزي اخوه لازم يقوم يصبت وينظف ويعمل لكن احنا ما بنبقاش شايفين كده احنا فاكرين ان فيه فيه دورين اساسيين للام الرعاية والتربية الرعاية يمكن بتظهر والاطفال ببيهاتس وغنانين قوي ما بيعرفوش يعملوا حاجة لنفسهم التربية ان احنا بنعلمهم الصح والغلط بنعلمهم الحلال والحرام بنعلمهم المغارات اللي هما محتاجينها عشان يبقوا ناس كويسة في الرعاية بنشوف بقى اكلهم وشربهم ولعبهم وكل الكلام ده كله لكن فيه ناس كتير قوي بتقصر دورها على الرعاية وتفضل لغاية ما ابنها يبقى راجل كبير طويل عريض بيحبه وعايز يتجوز وتتعامل معاه انه لا 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 ما يقومش ما يعملش انا قوم اعمله شاي انا اغسله انا اكويله انا اعمله كذا انا اعمله كذا وتتدي له فلوس من وراه ابوه والكلام ده وتبقى زعلانة متخيلة ان لازم الزوجة اللي جات في حياة ابنها لازم تتعمل كده وتتكسر هي كمان زي ما هي تكسرت مش صح مش صح نرجع بقى للرسالة الاساسية بتاعت النهاردة هو ان احنا لازم نحب نفسنا ولازم نشفق على نفسنا ولازم نرحم نفسنا لو في شيلة تقيلة ما نشلهاش نطلب حد يساعدنا تعالى شيل قصادي بدلا ما اتعافع على نفسي وشيل واكسر نفسي لو فيه اكل حلو يتقسم بالتساوي على كل الموجودين لو فيه شغل معين في البيت يتقسم على كل الموجودين نعلم ولادنا من سن صغير انهم يساعدونا انهم يزبطوا مش مفروض ان هم يعملوا كل الشغل اللي احنا بنقوم به ده مش دورهم ولكن حاجات صغيرة رتب السفر شيل لطبق تعالى اغسل لطبق دول تعالى اغسل الكبايتين دول ونوسني عليهم لما يعملوا حاجة حتى لو مش بيعملوها كويس فيه امهات كتير قوي يقولك اصلاه ما بيعرفش ايوة ما هم ما بيعرفش لازم يتعلم النهاردة حيغسل الكباية ما غسلهاش كويس مش مشكلة بعدين انا حبقى اغسلها تاني بس تتعلم وتعود طبعا الابهات والازواج ليهم دور كبير قوي 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 في تشويح حاجات كتير قوي في حياتنا انه بيتعامل مع الزوجة اللي هو تزواجها دي ان هي حاملة اسقال خدامها بالكهربا روبوت لازم عندها القدرة انها تقعد تشتغل طول النهار تنطف طول النهار تذاكر للولاد تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا ولو الست ما بتحبش نفسها هتقبل هذه الادوار اللي هي فوق طقتها وتيجي على نفسها وتفقد صحتها وتخسر سلامها النفسي وتلاقي الأمور تلخبطت كتير وده ما بيجيبش سعادة البيت اللي فيه أم مضحية تحترق من أجل الآخرين عمره ما بيكون سعيد ليه تخيلوا كده ترى بيضة ليها أربع رجلين وجه فار يأكل في رجل من رجول الترابيزة دي كل ما يأكل في رجل الترابيزة دي الترابيزة تميل في النحية دي لغاية ما تيجي لحظة الترابيزة تفقد توازنها وتتكسر وتقعها هو ده البيت اللي فيه شخص معين بيقوم بيعطي مية في المية ويخسر كل حاجة لكن لو ما سمحناش للفارده يدخل هتفضل الترابيزة مرتكزة على الأربع رجلين بلانست متوازنة حفظة توازنها مفيش حد تعيس بيبقى موجود في مكان والناس اللي حواليه بيبقوا سعدة ما تفتكريش ان انت لما بتيجي على صحتك او لما بتتنرفزي او لما بتتعصبي أولادك بيبقوا سعدة ولا جوزك بيبقى سعيد لا لا ما ينفعش ما ينفعش تبقي نار موجودة في المكان ومش هتحرق اللي موجودين في المكان لكن لما بقى أنا بقى برد وسلام وعندي هدوء وعايزة أنامي بقى أنام كويس عايزة أكل بقى أكل كويس عايزة أشتغل بشتغل في حدود ما تسمح بيه صحتي عايزة أساند أولادي أدعم جوزي باللي أقدر عليه وكل واحد في البيت يعمل الدور اللي لازم يقوم بيه على حسب سنه وهمره وإمكانياته ومهاراته كلنا مع بعض فريق عمل ساعتها يبقى فيه توازن ساعتها الكل حيبقى مبسوط لكن ودي أنا شفتها كتير جدا جدا أنا جاية من عائلة وسلسال من السيدات المضحيات كتير جدا لما بفكر في التضحيات اللي عملوها بحس إنها كان ممكن على فكرة الأمور تمشي بشكل تاني لو كل واحد فكر إزاي يحل المشكلة دي لأن كل مشكلة ليها حل واثنين وثلاثة مفيش مشكلة ملهاش حل وممكن حل يحل المشكلة 30% حل تاني يحلها 40% حل تاني يحلها 100% فيه فيديو عملته ومعجبش الناس كتير قوي كنت بتكلم فيه إن الإنجاز خير من الامتياز وقلت الأسباب ليه إن في بعض المواقف إن إحنا ننهي هذا الشيء ونخلصه أحسن مليون مرة ما استنى إن أنا أخلصه على أكمل وجه على أتم وجه آه كله بكل واحد طبعا إحنا مأمورين إن إحنا نتقن عملنا لكن في بعض الأحيان الأحسن إن أنا أنجز أخلص أتم هذا الموضوع سي مثلا بطبق الغسيل مش لازم الغسيل يبقى كله بالشعر متزبط أهم حاجة الهدوم تبقى متستفى في الدولاب مظبوط ده مثل حاجة تانية مش لازم البيت كله يتنظف من أوله لأخرف اليوم أقسم نهاردة هعمل كذا النهاردة هعمل كذا النهاردة هعمل كذا آه يعني أحيانا يبقى إن أنا أقدم ريبورت نص نص تقرير مثلا في الشغل نص نص أحسن من أن أتأخر في إن أنا أقدمه في حياتنا حاجات كتير قوي كده مش لازم أعمل لولادي 30 صنف ولا لما أبقى عازم ناسي يبقى صفرة مليانة كذا وكذا وكذا وأعد بالأيام دهري مقطوم وتعبانة ومش أدر مش لازم إن نحافظ على أولادنا الناحق ونحميهم إنهم ما ما يشتغلوش أو نخاف على تعبهم ولازم يتعبوا وما لحيتعلموا إزاي نرجع تاني الحب النفس كل واحد فينا يستحق الحب ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا إيه وتسمحوا لأي بشر يلعب في دماغكم ويقول لكم إن انتوا غير قابلين للحب أو إن انتوا ما تستهلوش الحب الحب الحقيقي مش جاي بتمن وبشرط لو عملت كذا أحبك ده ما يبقاش حب لأ دي منفعة وأنا قلت لكم الحياة كلها منافع ومصالح وتبادل تبادل منافع والمنافع هنا أنا مقصودش بيها المنافع المادية فلوس الاهتمام منفعة بس أنا اهتم بيك لما أبقى عايز منك حاجة بس شوه ده فإحنا كلنا قابلين للحب الشخص اللي قدامك اللي ماشي في الرصيف جنبك البيع الجائل يستحق الحب جارك يستحق الحب حتى لو كان غلس وبتاعه وحساده وبيبصه وكلام ده كله يستحق الحب احنا للأسف في مجتمعات بتروّج الكراهية أكتر بكتير قوي ما بنروّج الحب مع إن مش كده ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده ربنا سبحانه وتعالى حبنا ودينا مسئوليات ودينا القدرات اللي تمكننا من حمل هذه المسئوليات وأمرنا إن إحنا نحب بعض وأمرنا إن إحنا ندعم بعض وأمرنا إن إحنا حتى لو اختلفنا مع بعض نختلف اختلاف راقي حرم علينا إن إحنا نقتل أو نسرع أو نغتاب أو ننم أو نسيق لإنسان تاني بأي شكل من الأشكال ولا إن إحنا نسيق لنفسنا ربنا ما بيحملناش فوق طاقتنا إحنا اللي بنحمل نفسنا فوق طاقتها دي رسالة النهاردة يمكن نشوفكم بعد شوية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر